يا حنان إزاي أتعامل مع الناس اللي بتتجاهل والناس المقربة مني اللي بيتجاهلوني والحقيقة قالت لي رسالة مؤثرة جداً الأسبوع اللي فات وكان لازم يعني يبقى فيه إجابة تفصيلية كده وأرجو يا حنان وكل مستمعينا التجاهل ده ما سألها بنتعرض لها كلنا وكلنا بنستجيب بطرق مختلفة لما نحس إن اللي قدامنا بيتجاهل لكن عدم التسرع في المشاعر يعني نمرر الشعور على دماغنا الأول نفكر فيه قبل ما يدخل قلبنا ويقزينا والله يبيقزي نفسياً وجسدياً فخلينا نمرره على أفكارنا الأول وعلى دماغنا لما نتعرض لتجاهل خاصة من الناس المقربين لنا زي الأخ الأب الصديق الزوج للقاتل المقربة والديرة الأولى دي بتبقى صعبة لما أستسلم لإحساس التجاهل أول حاجة نفترض حسن النية يعني أو ما نفترضش خالص يعني أنا معرفش هو متجهلني ولا هو مشغول ففي الأول أحط القاعدة العريضة دي ما افترضش وإن افترضت فأفترض حسن النية كمان إن أنا أشوف الأوقات وأدرس إمتى الوقت المناسب اللي أتكلم فيه مع الشخص اللي أنا أظن أو أشك أو أعتقد إنه بيتجاهلني وموجهشي الاتهامات ولا اللوم ولا العتاب خلوا بالكوا إن اللوم والعتاب المتكرر بيعمل فرقة وبيعمل يعني تباعد مشاعري كده فاللوم والعتاب التماس الأعذار أحسن من اللوم والعتاب والوضوح في السؤال هل ده وقت مش مناسب ليك إني أتكلم معك أول ما بنسأل السؤال بوضوحه أول ما تكون الفكرة واضحة قدامنا غالباً اللي قدامنا بيبقى مقدر وضوح الفكرة فما أقول أنا لاحظت فيه تجاهل أو ظنيت إنه تجاهل فأقول هل ده وقت مش مناسب للكلام طب لما يكون فيه وقت مناسب للكلام نتكلم دي بتبقى فكرة كويسة جدا فيه بقى لما يزداد التجاهل وأتأكد منه فيبقى الشخص اللي قدامي متوقع إن أنا إيه هتجاهله فأنا ما بقدرش أتجاهله ممكن أكون بحبه وممكن أكون متعلق بيه ممكن أكون محتاج له فأنا ما بتجاهلهش لكن لازم أخذ مسافة أبعد شوية أبعد حبة تزيد محبة بس مش حبة كتير يعني برضو ما تبعدش إلى درجة البعد القاسي يعني البعد القاسي الغاضب لا ابعد حبة بس وإخفي ضعفك تجاه المتجاهل ده إخفي إنك ضعيف قدامه وإنت أصلا لما تلتمس له أعذار ولما تسأله سؤال مباشر ده وقت مناسب ولا لأ كل ما كنت مباشر كل ما إنت أصلا ما بقاش ضعفك ضعف قوي زي ما كان الضعف بيقل بالوضوح أول ما بقى واضح ما بقى قوي بعض العلاقات من المصلحة إنها تنتهي بروقي وبعض العلاقات من المصلحة إنها تنتهي بسلام وبعض العلاقات تحتاج الإنهاء بحسم مع الاحتفاظ بالحسم الراقي بردو وبعض العلاقات بتستمر مع وجود مسافة أنا بحددها لإن دوائر القرب أنا اللي بحددها كل ما حددت دوائر القرب كل ما ارتحت دعم الثقة بالنفس مهم جدا اوعى تربط بين إن حد بيتجاهلك وبيقلل ثقتك في نفسك لأنه إذا اللي تجاهلك قلل ثقتك في نفسك انت خسرت كتير وتهزيت واعرف إنك معرض لمزيد من التجاهل من اللي بيتجاهلك ومن آخرين وحافظ على هدوء أعصابك جدا عشان اهتزازنا بيفقدنا أعصابنا واهتزاز الثقة بنفسنا بيفقدنا أعصابنا وقد يصل الأمر بقى إذا أنت تأكدت إنه لهو علاقة مقربة ولا أنت عايز تحافظ عليها وهتنهيها يبقى خليك بقى إيه أنت أيضا متجاهل وانهي وتعامل دايما بلا باقة وعرف إيه أسباب التجاهل ده ما بعد التجاهل فيها جماعة أسباب إحنا بنكون سبب فيها الملاحقة من ضمن أسباب التجاهل إن اللي قدامك يبقى ضامن إن انت عمال تلاحقه طب ما ما تلاحقوش يعني خليك مطلوب شوية لأنه فيه طرفين في علاقة بتبقى غريبة جدا حد بيطارد وحد بيهرب يسموه علاقة المطارد والهارب الهربان ده بيستحلي الهرب والمتجاهل يهرب ويتجاهل والمطارد يفضل يجري وراه ويدور عليه الله طب هنعمل إيه هنلاقي بعض إمتا؟ ادي له بقى مساحة من الحرية وما تكونش شخص درامي حاسس بإنك ضحية طول الوقت لقى منحه حرية وتشغل شوف لنفسك حاجة تملاك وتبعدك حبة فتزيد محب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة